لا تزال ردود الفعل والتهاني تتوالى بعد فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية لما في ذلك تهنيئة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المفترض أن يتصل به فغضون ذلك تصطف التحديات أمام الرجل الذي حكم تركيا لأقدين من الزمن من مشاكل اقتصادية وعلاقات خارجية بحاجة إلى إعادة ترميم زد على ذلك الملفات التي يترقب العالم كيف سيتعامل مع أردوغان كان ذلك الملف السوري والكردي أمناتو ومفاوضات ضمام السويد إلى الحلف الأطلسي بصافرات سيارات تجوب الشوارع خرج أنصار الرئيس التركي أردوغان ملوحين بصوره احتفالا بفوز بالانتخابات لولاية جديدة ولاية يستهلها بمواجهة مهمة صعبة تتمثل بتوحيد بلاد تشهد انقسامات عميقة واقتصاد مأزوما يتحدى زعيما لا يقهر على رأس تحالف قومي محافظ خارجيا توالت التهاني على الرئيس التركي تهاني لا تخفي ملفات معقدة تنتظر إردوغان فتركيا طبعت العلاقات مع الدول العربية وإسرائيل في إطار سياسة تصفير المشاكل لكن ملفي ليبيا وسوريا انتظران الحل حل قد تكون له عكاسات على المسألة الكردية إذ يخشى الكرد أن رئيس التركي مدفوعا بنصره الجديد سيزيد الضغطة بالماسية والعسكرية عليهم شركاء تركيا في الناتو ينتظرون موافقتها على طلب انضمام السويد مع ترجيح البعض أن خمس سنوات في ظل حكم إردوغان تعني المزيد من التوازن بين روسيا والغرب تطور يأتي فيما يستعد وزراء خارجية تركيا والسويد إلى الاجتماع قريبا بالنسبة لواشنطن فإن الخلافات قد تبقى وستبقى معها أزمة مقاتلات F-16 وهنا بالضبط يستحضر أن بوتين كان من أوائل مهنئي إردوغان وفي وقت رأى فيه مجلس أوروبا أن تحريضا وقيودا على الحرية شابت الانتخابات هناك من يرى أن علاقة أنقرة مع الاتحاد الأوروبي ستبقى على صفيح ساخن ولن تتلاشى مع الولاية الجديدة وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في استوديو دكتور جابرييل هاريتوس المحاضر في جامعة بنغوريون وباحث في معهد إليامب اليوناني ودكتور حايتان كوهين يانوجاك الخبير في الشأن التركي ومن إسطنبول دكتور مهنط حافظ أغلو المحالي الأسياسي وقبل ذلك نتحول إلى مراسلين في الميدان في تركيا ولدينا كل من أبو بكر إبراهيم أغلو من إسطنبول وكذلك أدهم حبيب الله موفد I24 News في أنقرة أبدأ معك أدهم الرئاسة التركية اليوم قالت إن فوز أردوغان يعكس فشل المخاططات والمؤامرات الغربية ماذا يعطينا هذا من بوادر مؤشرات أولية حول طبيعة المرحلة القادمة في العلاقة التركية العالمية والغربية تحديدا؟ نعم يعني بداية دعنا نقول بأن أول البيانات التي صدرت اليوم عن الرئاسة التركية عفوا تحدثت عن ضغط الغرب تجاه أنقرة في كل ما يتعلق بفرض العقوبات على موسكو وهذه البيانات الصادرة لا سيما وأن قبل قليل يعني أتهاني أيضا جاءت من الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعكس واقع المرحلة الجديدة التي ستمر بها تركيا هذه المعركة التي وصفت على أنها الأصعب بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد يعني كرابة عقدين من الحكم ثم تمنعتقد بأن ذلك قد يؤثر سلبا على التصويت وأيضا على فوز بالانتخابات لكنه في نهاية الأمر حسم هذه الانتخابات بفوز وصف بالكبير على الأقل في هذه الانتخابات التي وصفت بالصعب ولذلك هذه الانتخابات كما يرى البعض هنا تهديدا في تركيا وأيضا في أنقرة من خلال الحديث مع العديد من المحللين على أن هذه الانتخابات تعكس أولا رؤية تركيا المستقبلية لسيما السياسات الخارجية أولا العلاقة مع موسكو في كل ما يتعلق بصفقات الأسلحة التقارب وأيضا الرئيس التركي تطرق إلى ذلك ليلة أمس في خطاب النصر عندما قال أن تركيا ستكون البوابة أو النافذة لكل ما يتعلق في مجال الطاقة والبدء ببناء ذلك في مناطق متاخمة من المناطق الروسية النقطة الثانية هو تحدث أيضا عن إتمام صفقة الحبوب علما بأن تركيا لعبت دورا هاما ولذلك أولا اليوم إذا منظرنا إلى التبركات والتهانية التي جاءت من الغرب أولا يمكن فصل بريطانيا التي تربطها علاقات وطيدة لسيما في السنوات الأخيرة مع الجانب التركي وأيضا مع رئيس التركي رجب الطيب أردوغان وهناك صفقات أسلحة وأيضا هناك تبادل في العديد من الخبارات العسكرية لسيما قل قضية تصنيع الطائرات ولكن على علاقات الأخرى كان ذلك مع فرنسا والدول الغربية التي كانت ترغب على الأقل بأن يكون هناك وجه جديد في هذه الانتخابات المسألة الثانية الأهم هي تتعلق اليوم يراها الجميع تتعلق بقضية التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط وكان الرئيس التركي قد تطرق إلى ذلك وتحدث عن ذلك والسؤال المطروح كيف تتسوي تركيا علاقاتها مع اليونان في هذا الملف من جهة الحفاظ على العلاقة مع الإدارة الأمريكية من جهة ثانية العلاقة مع تركيا ولذلك هذه على مستوى الملفات الغربية النقطة الثانية الأهم وهي تتعلق بقضية اللاجين هناك من يتحدث اليوم عن وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنهاء هذا الملف وهذا كان أيضا ضمن برنامجه الانتخابي السؤال هل فعلا الرئيس التركي سيلتقي الرئيس السوري بشر على الأسد من أجل حل هذه المسألة ملف اللاجين أدام حبيب الله مرسلها 24 نيوز وموفدها إلى أنقرة شكرا جزيلا لك أبو بكر أيضا كان أردوغان قد تلقى التهاي من الدول العربية وأولاها قطر ما دلالات هذه الرسالة وما الذي تحمله في طياطها بالأخص عندما نتحدث عن دول خالجية تريد أن تستثمر وبدأت تضخ أموال الاستثمارات في تركيا التي تعاني الآن وهي الأحوج حاليا أردوغان هو الأحوج حاليا لإنعاش الليرة التركية نعم علينا أن ننظر إلى هذه العلاقات التي اتطورت في العامين الماضيين بعد أزمة خاششجي كانت هناك مواقف متصلبة من تركيا لدى السعودية الآن بعد هذه الانتخابات وربما قبيلة هذه الانتخابات أعربت بعض الدول عن دعمها الغير مباشرة الغير واضح للرئيس أردوغان عندما كانت هناك اتفاقات اقتصادية كبرى مثل ما التي قامت بها الإمارات عن طريق زيارة محمد بن زايد إلى هنا وربما زادت الاتفاقات أعلى 500 مليون دولار كان هناك أيضا من الجانب السعودي وهناك الجانب القطري الدائم والذي لم يتزحزح طيلة الفترة الماضية نحن نتحدث عن خطوة جديدة قامت بها تركيا تجاه الدول الجوار وخاصة دول الخليج أرادت من خلالها أن تسوي ما أفسدته سوارات الربيع العربي من علاقة بين البلدان حيث كانت ترى الإدارة التركية أن للشعب العربي الحق في الديمقراطية والحق في حكم الشعوب لكن هذا كان يتصادم مع رؤية بعض الدول العربية الخليجية التي رأت أنها تدعم الحكومات التي ربما تكون غير منتخبة هذا الصدام كما نعلم هو الذي أفرز هذه العلاقات ولكن في كل الأوقات كانت تحافظ تركيا علاقتها مع قطر وأنشأت في 2014 المجلس الأعلى الاستراتيجي القطري التركي وساهمت قطر مع تركيا في حل المشكلة السورية من حيث إيواء النزحين ساهمت قطر أيضا في حل مشكلة أفغانستان وظهرت تركيا بشكل قوي جدا في إنشاءات المطار أفغانستان والحل مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تركيا تدخلت في قضية ليبيا كل هذه التدخلات كانت غير مقبولة قبل عامين بعد تقارب تركيا من الدول العربية أصبح هناك تفهم نوع ما لهذه التدخلات وكانت هناك مكافآت عربية ذهبت في شكل استثمارات اقتصادية كبرى اعتمد عليها أردوغان في الخروج من كثير من أزماته الاقتصادية وهو يعول عليها الآن في المرحلة القادمة في أن ينقوا من المشاكل الاقتصادية أبو بكر أبراهيم أغلو مراسلها 24 نيوزا في اسطنبول شكرا جزيلا لك أتحول لدكتور مهند دكتور مهند الآن هناك الأنظار التي تتجه صوبة المشاكل والتحديات في المرحلة المقبلة أولاها مسألة الوحدة الآن من صوت ضد أردوغان لصالح المعارض عددهم تقريبا يصل إلى نصف المصوتين كيف سوف يتعامل الآن أردوغان مع مشكلة انقسام في المجتمع التركي وهو ما تطرق إليه بالمناسبة هو والمعارضة سعيدة مساء أستاذ بشار وجميع المشاهدين طبعا هذه إحدى النقاط الأساسية التي تواجه اليوم الرئيس أردوغان يدرك تماما بأن المعارضة وحشدها على مدى أكثر من عام ومحاولة أدلجة الموقف لحشد المعارضة ضده جعل الأمر يزداد صعوبا وذهبنا إلى جولة إعادة وجولة حسم لكي يظهر من الفاز هذا يعني أن الكثير من المواطنين الأتراك يريدون بالفعل تغييرا ربما هي رسالة من المواطن التركي من الرئيس أردوغان بأنه يجب أن يكون هناك حلولا عاجلة ومستعجلة ليس أولها الاقتصاد والتضخم وما شابه ولن يكون آخرها هذا التفرق السياسي الكبير وهذا الاحتقان الكبير الرئيس أردوغان في خطابه سواء كان في اسطنبول أو في أنقرة أكد أنه علينا بالفعل أن نتحد وبالتالي هناك استقطاب حاد وكبير لا تكلم عن المعارضة والخلافات التي بينها وما سوف يجري من استقالات وجرة وما يمكن أن توقع من مشكلات كبيرة تواجهها المعارضة السوداسية الأهم في ذلك هو سحب هذا الاحتقان الموجود بين الأحزاب السياسية لكي لا يتحول إلى مشكلات على المستوى الشعبي والاجتماعي لذلك رئيس أردوغان أدرك تماما ولأول مرة يقوم بإلقاء خطاب النصر خطاب الشرفة ليس من مقار حزب العدالة والتنمية كعادته بل من القصر الجمهورية هي رسالة قوية بأنني رئيس لكل الأتراك لكل من صوت ضده أرادها بالفعل أن يكون هناك رمزية لهذا الخطاب دكتور جابرييل كل من رئيس قبرس نيكوس كريستو توليدوس ورئيس الوزراء في اليونان ليوانس شرماس هناء أردوغان لكن هل فعلا هما فرحان لهذا الفوز وهل هما توقعاه أصلا هذا خلق من هذه التهاني هي جزء من الأدبيات الدبلوماسية حينما يفوز زعيم في الانتخابات الصحيح هي أن استطلاعات الرأي الدولية أثرت على تقديرات الوضع في اليونان وفي قبرس في اليونان كان هناك تفاؤل بشأن إمكانية تحسين الإعلاقات بين البلدين لا سيما بعد الهزات الأرضية حيث بدأ النوع من الحوار توقع اليونانيون أن يفوز مرشح المعرضة كل إجدار أوغلو ولكن في نهاية المطاف النتيجة كانت مختلفة لا يتحدثون عن خيبة أمل في اليونان علينا أن نذكر أن واشنطن تمارس ضغوط على اليونان وتركيا من أجل أن يبدأان حوار لحل المشاكل الخلافية في البحر المتوسط وبشأن ترسيم الحدود البحرية في الخامس والعشرين من حذيران في اليونان لدينا انتخابات الإعادة وفي اليونان يتوقعون أن يروا الخطوة القادمة من أنقرة لكن لا ننسى المسألة الكبرصية التي هي المشكلة التي تؤثر وبعيدة عن الحل الرئيس الجديد في كبرص وصل إلى البلاد قبل أسبوعين هنا إلى إسرائيل وفي نهاية لقاته مع رئيس الوزراء نتنياهو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي وأكد ذلك الكبرصة أن البلدين اتفقوا على إمكانية بناء خط النبيب تحت الأرض يربط بين أقول الغاز الإسرائيلية وبين منشآت الغاز الكبرصية اليوم وغدا يوجد حلقة عمل بمبادرة الحكومة الكبرصية التي دعت الشركات الطاقة الدولية لبناء خط النبيب الواقع تحت الأرض ليمتد من كبرص إلى إسرائيل وبعد أسبوعين في الرابع عشر من حزيران على مدار يومين الوزير الطاقة الكبرصي سيصل إلى إسرائيل مع طاقة من الخبراء لدفع هذا المشروع وكل هذا عشرة أيام قبل انتخابات الإعادة في اليونان ما الذي يعني كل هذا؟ هذا يعني أن الكبرص تريد أن تحدد أجندة السياسات بين أنقرة ونحن نرى ذلك الآن نعم دكتور حاي انطلاقا مما اختتم به دكتور جابريال لا نتحدثون فقط عن تركيا نتحدثون عن شبكة من العلقات تركيا إسرائيل دول البحر المتوسط كاليونان وقبرص الآن كيف سوف تتطور هذه العلاقة وما المصلحة المشتركة هنا بالأخص إسرائيليا أن أردنا أن نتطرق لإسرائيل إسرائيل تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الجمهورية الكبرصية وكذلك مع اليونان دولتان في الاتحاد الأوروبي لذلك ومؤخرا رأينا لعدم الإنجرار إلى حرب إقليمية مع لبنان الحكومة الإسرائيلية السابقة قامت بالخطوة الجريئة ووقعت على ترسيم حدود بحرية مع لبنان نحن نفهم أنه يوجد استعداد من الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صفقة أقليمية لكن السؤال كيف يمكن التوصل إلى هكذا صفقة إن لن تشمل تركيا وأنا أشكك في إمكانية نجاح هكذا صفقة كنت أريد أن أرى هنا أنبوب غاز يخرج من إسرائيل إلى كبرص ولكن في المستقبل القريب سنسمع الموقف والرد التركي على هذا إما أن يكون جزء من هذه الصفقة وإما أن يحتجوا عليها الاحتجاج لأننا نتحدث عن أن كبرص هي جزء لا تجزء من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي سيكون جزء من المعادلة إذا ما خذنا بالاعتبار أننا موجودون في حرب بين روسيا وأوكراينا والأوروبيون يريدون تخفيف تباعيتهم في مجال الطاقة بروسيا فالغاز الإسرائيلي سيكون مهم جدا لهم وسيكون الأمر معقد بالنسبة لتركيا دكتور مهند جو بايدن الرئيس الأمريكي بارك الأردوغان البعض وصف هذه المباركة بأنها جرت على مضاد الآن برأيك ما الذي سوف يفعله الرجلان وتحديد أردوغان لعادة ترميم هذه العلاقة والترتيب المرحلة المقبلة بينهما وسط الكلام عن احتمالية إزالة بايدن الفيتو عن منح تركيا طائرات فخمسة وثلاثين طبعا العلاقات التركية ليست فقط التركية الأمريكية التركية الخارجية على مدى انتشارها وتوسعها سواء كان الإقليمي أو الدولي هي ذات مستويات ثلاثة المستوى الأول هو المستوى القريب والذي يمكن يتطرق إليه بشكل مستعجل بعد أن يقوم الرئيس أردوغان بتشكيل حكومته الجديدة المستوى الثاني هو المستوى المتوسط والذي ربما يحتاج إلى بعض الملفات ومنها طائرات الـ F-16 منها محاولة توسيع حلف شمال الأطلسي وهناك المستوى الثالث وهو بعيد الأمد وطويل الأمد وهو بعودة بناء الثقة ما بين أنقرة وواشنطن سيما في ظل الإدارة الديمقراطية هذا كله منوط بمتعددات على رأسها الانتخابات النصفية الأمريكية بشكل أساسي بناء عليه الاتصالات البروتوكولية للتهنية الرئيس أردوغان هذا لن يغير من الواقع شيء إذا ما كانت العواصم الغربية تنتظر الانتخابات التركية وحسمها هل سوف يفوز أردوغان أم منافسه وكانت قد عطلت الكثير من الملفات وأجلت بعضها وحاولت أن تماطل في الوقت لمعرفة تهوية الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية فها قد تبينت هويته وهو الرئيس أردوغان بناء على الواقع الغربية عليها أن تعيد النظر في أسلوب التعامل مع تركيا طبعا الأمر ذو شقين شق من تركيا وشق من الواقع الغربية الشق الذي هو من تركيا يرتبط ارتباطا مباشرا بالنهج الذي تنتهجه الحكومة التركية المقبلة في السياساتها الخارجية هل سوف تنضي مستمرة ومبنية أسسها على ما قدمتها الحكومة الماضية أم أنها سوف تتهج نهجا مختلفا وتذهب نحو الشرق أكثر ربما يوحي لنا رئيس أردوغان بين تصريحاته في طيات كلماته أنه يريد أن يوارب الموقف ويذهب شرقا أكثر من الغرب ولكن يحافظ على التوازن ما بين علاقاته مع شرق الغرب الذي يتعلق بالعواصم الغربية هو أن اليوم تركيا دولة مهمة والكل بحاجة إليها مادامة الحرب الأوكرانية الروسية موجودة على العواصم الغربية أن تعطي تركيا قدرها وأن لا تتبقى في تركيا النبرة التي مضت سنوات طويلة في تعاليها عليها نعم دكتور وبحديثك عن العلاقة مع أوروبا أولف شولس المستشار الأمماني دعا أردوغان إلى زيارة ألمانيا للحديث أكثر أعود لك دكتور جابريل دكتور جابريل أنت تحدثت عن توقعاتك وأمانيك وما الذي تتوقعه الآن كل من اليونان وقبروس لكن الآن ما هو المتوقع حيال المحادثات بين تركيا وهذه البلدين ما الذي تتوقع حيال مواقف أردوغان هل سيكون متصلبا أكثر في المحادثات القادمة أم أليا بداية علينا أن نشرح للمشاهدين أنه توجد مفاوضات بين أنكرا ونيكوسيا لأن الدولة التركية لا تعترف بكبروس فالحوارات هي بين الجاليات التركية واليونانية في كبروس صحيح أن أنكرا تؤثر على هذا الحوار أو على عدم الحوار بين القبارس الأطراق والقبارس اليونانيين بالنسبة لي اليونانيين اليونان تعتقد أنه توجد أرضية إيجابية بعد الهزة الأرضية لحوار مع تركيا هكذا يقولون في وزارة الخارجية التركية السؤال أنا أعتقد أن اليونانيون يتوقعون أن يروح حراك إيجابي نحن نعرف الرئيس التركي منذ عشرين عام وهذا الجزء الإيجابي في النتائج الانتخابية لأنه لا يوجد أمامنا شخص لا نعرفه على لا نعرفه وعلينا أن نرى إلى متى سيحاول الاستفادة من كل الكعكة الحكومة في أنكرا يجب أن تتخذ موقف وأنا أتوقع أنه في ولايته الجديدة أن نرى تركيا تتحدث مع الدول التركمنية في التحدي السوفيتي السابقا وتركيا ستبحث عن مزيد من الدعم الاقتصادي في دول الخليج لأنه بعد تعهداته في الحملة الانتخابية أردوغان سيحتاج إلى المال من أين سيجلب المال الأيديولوجيا جميلة الإسلامية والسياسة الخارجية ولكن بدون الموارد والمال لا يمكنه تقديم الحلول دكتور حاي أيضا نستعد ونترقب قمة للناتو في يوليو تموز والتي سوف تبحث انضمام السويد الآن مما يتخوفون برأيك عندما نتحدث عن انضمام السويد والمسألة الكردية أنا أريد أن أذكر أنه كانت هناك أزمة على الأرض الكبروسية كان هناك حدث وتم إحراك كتاب القرآن المقدس بالقرب من السفارة التركية والأطراق استشاطوا غاضبان الأمر الثاني هو أنه يوجد نشطاء يقول الأطراق أنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي الذي يعود لفتح الله قولين الأطراق يريدون تسليمهم والسويديون يخشون أن يتجاوز حرية التعبير لأنهم لا يرون بهم إرهابيين الأطراق في نهاية المطاف يأخذون هاتين الورقتين ويضعوها على الطاولة ويسعون لزيادة إنجازات في هذا السياق السويديون يتعونون معهم اللاجئون الأطراق الذين حصلوا على مستوى صفة لاجئ في السويد لن يتم تسليمهم الآخرون قد يتم استسلامهم الضغط الغربي يمارس وسنرى السويد كما رأينا فنلندا عضو في حل شمال الأطلسي أشكركم انتهى الوقت دكتور حاي إتان كوهين يونر جاك خبير الشان التركي ودكتور كابريل هاريتوس محاطر في شامعة بن قريون وباحث في معهد اليومب اليوناني ودكتور مهنط حافظ أغلو المحلل السياسي في مستربول شكرا جزيلا لثلاثتكم ومشاهدين نتابع القسم الثاني من نشرة هذا المساء بعد الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة